صالح صالح بالمراسبة اللي تقلق النهاردة كان ليفر بول اللي ما تابعش يعني او لم يعرفش كان بيلعب النهاردة مع برينفرد والمباراة تحت بربعية لصالح ليفر بول سجل منها صالح حدف وصنع حدف اخر طبعا على عهدة الميرر البريطانية زي ما حضرتكم شايفين انه ليفر بول اخبر محمد صلاح بنسبة 100% انه هترك ليفر بول الصيف المقبل وزي ما اتفق طبعا مع ليفر بول او مع ادارة ليفر بول على خطوته المقبلة اللي هي غالبا طبعا غالبا غالبا نظرا العرض المقدم الكبير هتكون الاتحاد السعودي اللي وصل عرضه ليفر بول لمتين خمسة وثلاثين مليون يورو وهو رقم القياسي على مستوى تاريخ انتقالات لعبة الكورت القدم شوف كل الاسطاتيلي اللي جون في كورت القدم دول عد بقى ورايا يعني من قول ما انا شفت مارادونا كانتونا زيدان رونالدينيو نازاريو رونالدو نازاريو ميسي رونالدو كريستيانو وغيرهم 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 مليمار اللي هو صاحب اعلى رقم قبل كيليا نمبابي اللي طرحت عليه ارقام كتير جدا ووصل اقصاها او مدها الامتين مليون يورو كل الاسماء دي ما تعرضش عليها الرقم اللي تعرض على النجم المصري محمد صلاح واللي رفع اتحاد جد عرضه من امتين وثلاثين لامتين خمسة وثلاثين مليون يورو لضم محمد صلاح بالمناسبة على فكرة ما تيجي تبص على سيزن ده هو لسه مش هدف هو بننافس على قبل هدف مع ايرلينج هولند لكن الفرق بينهم هدف هولند وصل 16 محمد صلاح وصل 15 فبالتالي هو فيه صراع هدفين مع ايرلينج هولند في البريمير ليج لكن لما تيجي تكلم على مستوى الفعالية صلاح هو اللاعب رقم واحد على مستوى الفعالية الهجومية في الدولة الانجليزي متفوقا على ايرلينج هولند اه متفوقا على ايرلينج هولند ليه؟ بحسب القوى الهجومية او الفعالية الهجومية لأي لعب بحسبها على مستوى التسجيل والصناعة يعني على مستوى التأثير هجوميا مع فرقته اه ايرلينج هولند على مستوى الهداف مؤثر جدا وهو هدف البطولة وهدف الستي ب16 هدف لكن لما تبص على مستوى تسجيل والصناعة مع بعض هتلاقي انه محمد صلاح هو نمر واحد ومفرق كبير جدا عن اقرب لعب ليه برصيد 25 هدف لا 24 هدف 24 هدف 15 تسجيل 15 هدف سجلهم مع ليفر بول بيحتل به المركز التاني وتسعى على مستوى الصناعة تسعى بتحطه برضه في المركز التاني على مستوى الصناعة وراء تريبيه لعب نيو كاسل واولي واتكنز لعب الاستنفيل فبالتالي اجمالي مساهمات صلاح في اهداف ليفر بول يبلغ 24 هدف وده رقم بعيد جدا عن اقرب منافسي في البريمير ليج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر